السلام عليكم هل ممكن نقول ان المؤمنين والملحدين على حد سواء كل واحد فيهم عنده رؤية متصقة مع الكون وفق مشاهداته ومتصقة مع المبادئ وفقه ولا ممكن نقول ان في حد بيسرق من الثاني تخيل كده ان انت دخلت لمصاحة عقلية وكان فيه لقيت احد المجانين جامع حواليه اتباعه وبيفهمه من هو النبي واتباعه دون مسدقية بعدين لقيت راجل العقل واقف بعيد فانت توسمت في العقل والزكاء ده فاهم رحت اللي راجل دوت وقفت جنبه لقيت الراجل بيقوله ده فلان ده نبي وقال اه ده مجنون اصلا ما وصلتش هد في مصاحة المجانين بس ممكن تيجي تشتكي من واحد او واحد بيشتكي لك من قلة عقل واحد بيدعي للنبي بغم ان هو بيدعي ان هو الالله كان بيت راند راسل كان من احد الفلسفة المشروعين كان بيشتكي من قلة عقل المؤمنين اللي هما بيقولوا ان الله عز وجل خلق الكون بدون ما يكون عندهم تفسير ولا بيقدموا سبب ولا بيقدموا جواب عن مين هو سبب الله كان بيقول اذا كان لكل شيء سبب فلابد أن نتساءل فمن هو هو السبب الاول وبغم دوت نلاقيه في كتاب لماذا لسته مسيحيين بيدافع عن فكرة الكام القديم وبيقول ان وجود كل الشيء لسبب دوت نابع من فق خيالنا اللي احنا مش قدين نتخيل انه ممكن شيء يوجد بدون سبب بيستق منا الجواب بتاعنا وبيحطه على شيء اخر وضع مدان كلمة الله وضع كلمة الكون للمجاود ان هو شاف ان ده افضل زي قال السجن في كتاب كوزموس كان بيقول ان معظم الناس لما تجي تسألهم عن سبب وجود الحياة او سبب وجود الكون او سبب وجود الناس كان يقولوا الله واحنا ممكن نسأل بشجاعة طب ومين جاب الله عز جل او مين خلق الله فبيقولوا لم يوجده احد فبيقول طب وليم ما نجعش خط وراه ويقول ان الكون هو الذي لم يوجده احد ان الكون هو القديم المشكلة ان ده مش بس سرقة ولكنه عمى لان الكون ما ينفعش ينطبق عليه الوصف ده طبعا بعد ما استقاروا في وجدان كل الفيزيائيين العالم الان ان الكون الحادث المشهور المنظور بدأ في لحظة ما بل وبما يكون الزمان ومكان معه بدأوا الفيزيائي طبعا وبعدين بعد ما استقاروا في وجدانهم ده بدأوا اسأله هو احنا ليه ما فكرناش في كده من زمان زي ما استيبن هوركين كان بيقول ان لماذا نميفكر احد في ذلك من قبل ده كان على اسحق نيوتون ان يعلم ان الكون الثابت لابد له ان ينكمش اهنا السلام يكون اللي يستقر فبعد ما تبينيهم ان هذا الجواب الذي سرقوه من المؤمنين مش على مائس الكون ومش ظابط معه مثال تاني على صورة جواب من المؤمنين في العلم الطبيعي علم الطبيعي عشان تتسق نظرياته مع تجاوبه لازم احنا نسلم بفكرة فلسفية ان الكون قابل للفهم ان يكون قابل للقياس ان هو بيخضع لقوانين ونقوانين بسكه افكار من قداش نقدر نثبتها بتجربة معامل نفسه ولكن لازم رؤية فوقية ليه ان العلم الطبيعي والناس العلمويين بيرفوضوا الانسراق لها نوع من انواع الصرقة السريع هنسراقها وبعدين هنرجع نتجاهلها او ننساعدين زي ما كان فليسوف مكينة بيقول وكأن العلم الطبيعي يقول اعطيني معجزة واحدة منذ البداية ومن هناك سوف تسير الامور بشكل ثالث وطبيعي وبدون معجزات مثال ثالث على موضوع الصرقة متعلق بينا احنا بنظرتنا للحياة وبنظرتنا للكون وبنظرتنا للمعناة لو احنا كنا فعلا بدون الاله في الكون فلابد ان الانسان يكون في عدم كامل الانسان مادة زي المادة جزء منها مفيش فاق بينه وبين الطبيعة وببعض عن زرارة كيميائية في عقلك هي اللي بتتحكم في حبك ومشاعرك وعواطفك وغضبك مفيش حد ممكن يسمع شكواك ومفيش اي معنى لوجودك اصلا العدمية مشكلتها الوحيدة انها لا تطق زي ما كان الملحد الشاب بعت لويليام لينك بيشتكيله انه هو لما لفت نظره ان الالحاد يساوي العدمية لانه هو لم يستطيع ان واكب هذه الحياة عشان كده قالوا لا احنا مش هنعمل كده احنا هنخترع حاجة اسمها الوجودية الانسان لازم هو يضع معنى لوجوده من تلقاء نفسه لازم هو يضع القيام اللي هو اختار ان هو يقوم من ديه لازم يحط معنى الكون في ذاته علشان يقدر يعيش وعشان يقدر يكمل علشان كده لقوا ان لازم احنا نفكر في حضور بديلة حتى ملاحظة الجودة زي ستيفن وينبينج في كتابه الثاني الدقائق الثلاثة الاولى كان بيقول انه هو لازم نحاول نوصل لهدف لهذا العالم وفاطا الى ان هو باعت خالص عن مبادئه وبدأ خالص عن افكاره فاجأ في كتاب اسمه احلام النظرية النهائية قال ان هو كان متسرع لما كان بيبحث عن هدف العالم وان دوت كان حد قوله من قبيل الحنين الى سماوات تسبح بحمد رب العالم بيشرت دوكنز لما كان بيحاول يضع خطاب روحي لناس بدون روح او ناس بتنكي بوجود روح كان بيقول لاتباعوا انتو تخيلتوا ان انتو ممكن بسهولة توجدوا في يكون اختاركم انتو من انتو توجدوا وستمئات وملايين الناس الذين لم يوجدوا بعض ولن يوجدوا ابدا يجب ان انتو تعيشوا حياتكم بالنفسية ليه وتجعلوا حياتكم تستحق هذه الاختيار الجميلة بغم ان احنا لو احنا فعلا واسخ كيميائي زي ما بيقول ملحدين او مجاد فضلات كونية فيش معنى الاختيار كونينا وفيش معنى الوجودنا عشان نقدر نشر بهذه القيمة من حياتنا ونبدأ نستسمعها كما يبدعي دوكنز لو هو دوكنز صريح مع نفسه لو راينبينج صريح مع نفسه لو جانبول ساتا صريح مع نفسه هيقول لأطبعهم ان احنا عايشين في عدم كامل وبلا معنى وبلا غير وبلا هدف ولكن ده قبيح ميتقال وقبيح ميتسمع فلابد من سارقة الأجربة الأنيقة مثال تاني على سارقة الأجربة الأنيقة في قيمتنا احنا قيمة الإنسان هو الإنسان هو ليه قيمة أصلا لو كنا افترضنا ان احنا بدون إله هو احنا قيمتنا خدناها من مين قيمتنا خدناها من الله عز وجل الذي خلقنا الذي جعلنا متميزين عن الطبيعة متميزين عن المادة زي ما كان ديفيد لاينسكي بيقول أن إمتياز الإنسان على الطبيعة اياً كان مصدر فإنكره سيفيتمخض عنه ضربه من التفاهة البيركامو الملحد الشهير كان يقول إن إنسان هو الحيوان الذي يأفرد أن يكون كذلك هي الإنسان بأفرد أن يكون حيوانا كان هوتهايد يقول أن ههذا هو جوهر الطبيعة إن إنسان يأفرد يأفرد أن يكون حيوانا أو أن يكون جزء من هذه الطبيعة بفترة من الفترات ريس دوكنز كان عكا عدته بيهاجم المسلمين ضعنف على تويتر الناس قادرت انها تهاجم وتقولوا ان انت ريس انت عنصري فكان بيقول لا فيفا ابن ريس عنصري اللي بيهاجم ريس معين الناس ما تدرش تخرج منه وابن انا بيهاجم فكرة ممكن صاحبه يتخلى عنا مسؤول لكن فكرة ليه دوكنز بيفض ان هو يكون عنصري وهي اي مشكلة اصلا فى الانصرية بالنسبة للحياة هو اصلا العنصرية غلط بالنسبة للبشرة لو مفترضنا ان ما فيش اله لو ما فيش الله عجل الذي خلقنا سواسية وجعلنا وامرنا ان احنا نرى بعضنا كذلك هل احنا ممكن نكون سواسية بالفعل؟ بتأكيد لا القوي غير الضعيف العجو غير المرأة الغاني غير الفقير قبيح غير الجميل بدون الاخلاق اللي بتجعلنا ننظر لجوها الانساني بدون الصور الظاهرية وبدون الفوارق البسيطة اللي بتفاق ما دنا مستحيل ان احنا احنا نتكاهلها علشان كده العنصرية ما ينفعش ابدا ننفوضها الا لو استمدين قيمة الانسان من قيمة خلق الله عز وجل الذي قضى عجل واتين من زيتون وتوسينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم ثم اضطناه اسفل اسافيه الا الذين امنوا عنه الصالحات فلهم ارجون غيون منه الناس اللي بتستمد بس قيمتها من قيمة خلق الله عز وجل ليها مش مسمحلهم يتمتعوا بهذا الجواب الانيق ليه بساوا اجوابتنا الانيقة لانهم معظوين بدون هذه الاجواب الانيقة لا يمكن فهم العالم ولا يمكن فهم السبب ولا يمكن فهم اتصاق وجوده مع ذاته لا يمكن فهم انفسنا اصلا ولا يمكن فهم غاية من وجودنا ولا معنى الحياة ولا يمكن حتى فهم لماذا نسأل هذه السئلة نبل الشعفة الحقيقة والايمان بوجود حقيقة غير موجود الا بهذه الاجواب الانيق علشان كده فعالا فيه لا يعرف الا الشهوة لا يعرف الا القصوى لا يعرف الا سكون جماد المادة لابد من هذه الاجواب الانيقة حتى يبتسمي الانسان بان قد اشتركوا في القناة